اشتركوا في القناة في تغليف الوقاع التاريخية بشكل مسلم اتذكر سقوط جدار واتذكر ايضا اننا نحن في بريطانيا لم نصدق ان هذا امر نهائي في لندن وفي الولايات المتحدة اعتقدنا ان الدبابات الروسية ستدخل قريبا كما رأينا ذلك في الماجر وشيكو سلوفاكيا وبلندا سابقا عندما ثار الناس هناك ضد الانظمة الشيوعية في النهاية قمعوا كل شيء بالعنف توقعنا ان النفس الشيء سيحدث مرة اخرى قام المؤلف بتحقيقات واسعة في برلين لروايته اطفال الحرية يسرد كتابه ما حدث لخمس عائلات من الولايات المتحدة واوروبا والجانب واشنطن وموسكو تعتبر برلين المقسمة من اهم مشاهد الرواية هناك بعض مشاهد الهروب في الرواية وكان لابد من معرفة بعض الخصوصيات الفنية منها مثلا ارتفاع الجدار وبالتالي عدد امتار القفز منه او كيفية شكل الحواجز التي على سيارة ان تحطمها هذه التفاصيل مهمة جدا ومن الصعب معرفتها لان الجدار لم يعد موجودا وذلك لحسن الحظ منذ خمسة وثلاثين عاما يكتب الصحفي السادق رواية ناجحة بعد اخرى وقبع عالميا حوالي مائة وثلاثين مليون نسخة منذ صغري اردت دوما ان اكون نجما وذلك في اي مشال كان المهم ان اكون مشهورا يقال ان على لدباء ايصال خبر للعالم لكن هذا لا ينطبق علي اريد ان اسلي الناس وان يحب قصصي روايته الجديدة هي خاتمة ثلاثيته عن القرن العشرين والتي بدأت مع سقوط العمالقة وشتاء العالم اما في روايتي اطفال الحرية فهو يتابع قصة الاسر التي تظهر في روايتين السادقتين تدور احداث قصصي حول الامور الاساسية كالحروب والثورات كما عن الحب والزواج وانجاب الاطفال ويتمهى معظم القراءة مع المآسي والوقائع التي تحدث في كتبه بل لا يشبع القراء من ذلك وكلما يقرأ كان فولت عالما تمتلع القاعد كما هنا في مدينة كولوني الالمانية ويحب الاذيب ان يحكي عن ذكريات كتبت ميمي الفود كتابا عن عشقها للرئيس الامريكي كندي بعد ان ظل ذلك سرا لخمسين عاما هي اليوم سيدة مسنة وسألتها اذا كان يمكن ان استشيرها لكتابي كتبت ما شهد حب بينها وبين الرئيس وقرأتها وصححتها وعطتني معلومات اضافية ايضا كما استشار الكاتب ايضا المواطنة انجلاش باتسيش التي عاشت اسرتها في المانيا الشرقية سردت له بعض ما عشناه مع العائلة في المانيا الشرقية وكيف خطط والدي للنزوح وقام هو بتسجيل ذلك في دفتره الصغيرة وفي النهاية قال انا دونت كل ما قلته كتاب فولت الدالي يكتبه حاليا حيث سيأخذ القرية في رحلة عبر التاريخ مرة اخرى وذلك في اطار قصة جواسيس عن بدايات المخابرات البريطانية كأنها قصة جيمس بونت من القرن السادس عشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر